أهلا بكم مشاهدينا في محورنا الثاني والحديث عن التطورات عسكريا فهناك مشاهد يبثها الكيان وأخرى تبثها المقاومة توثق فيها نصرا وتفنت فيها ادعاءات الكيان سنتحدث عن تفاصيل ما يدور والانسحابات إن وصلت العملية العسكرية أيضا الحدود الشمالية الضربة العسكرية للاحتلال لمحيط دمشق وعد وتوعد إيران للاحتلال وإيضا سنكون مع شبكة مراسلين على التوالي للحدوثي على الوقوفي على التطورات الأوضاعي ميدانيا أرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري نبار أبو زيد مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير وأبدأ من الفيديوهات لو سمحت اليوم وبيدي أبدأ بالكمين اللي بثته المقاومة اليوم واستهدافها لعدد من جنود الاحتلال وأسمع تعقيبك على هذا الفيديو نتابع سوية إذن مشاهد الاستهداف قوة خاصة من قوات الاحتلال وأسمع تعقيبك عليها تفضل أستاذ محمد في هذا في جنين المقطع الذي ظهر في جنين لا تزال قوات الاحتلال تتمدد أيضا في مناطق الضفة الغربية هي لم تتواجد فقط في غزة وكما تكلمنا سابقا أنها تحاول تطبيق وتثبيت استراتيجية الردع في مناطق الضفة الغربية ومنها جنين ونابلس ومخيم بلاطة وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال لا تريد حصول انفلات أمني في مناطق الضفة الغربية في حين هي تقاتل في غزة السبب الرئيسي أن معظم القوات محتشدة إما في شمال الأراضي المحتلة مع الجبهة اللبنانية أو في غزة وبالتالي تبقى الجبهة الداخلية وهي قوات الجبهة الداخلية وأشبه بقوات شرطة بالمناسبة تعالج الموقف لذلك يتم الزج بوحدات عسكرية من فترة إلى أخرى يبدو أنها بناء على معلومات استخبارية لملاحقة عناصر من التنظيمات أو عناصر من المقاومة موجودين في جنين أو نابلس أو مخيم بلاطة شاهدنا في طول كرم هناك عمليات أيضاً وبالمناسبة في جنين يوجد أيضاً عناصر من القسام في نابلس يوجد عناصر من القسام وقد تبنوا العديد من العمليات ضد جيبات الإسرائيلية في هذه المناطق ولكن لماذا تزداد العمليات اليوم المقاومة في جنين تغير المنهجية بدأت تبث مشاهد من استهداف قوات الاحتلال وكأنها ترسل سالة أننا جاهزون لمواجهة المزيد من هذه الاقتحامات نعم يبدو أن المقاومة بدأت تنتشر تنتشر أفقياً بحيث أنها توسع عمليات استهداف القوات الإسرائيلية لذلك بدأت توحي وترسل إشارات للجانب الإسرائيلي أننا موجودين أيضاً في جنين موجودين في طول كرم موجودين في نابلس وبالتالي تريد تخفيف الضغط على المقاومة في غزة لذلك تريد فتح جبهات أنا لا أعتقد أن هذه الجبهات قد تتصاعد لكنها مؤثرة بحيث أنها تضغط على قوات الاحتلال وتجعلها مشتبكة في مناطق الضفة الغربية حتى لا يتم الاستفادة من بعض الوحدات في غزة مجدداً نعم أنتقل للطائرة التي أعلنت سرائيل قدس اليوم عن استهدافها والسيطرة عليها هذه هي طائرة إذا أوضحت لنا تفاصيل هذه الطائرة من نوع سكايلارك وهذه الطائرة تستخدمها قوات الاحتلال في الاستطلاع هذه طائرة معروفة عنها أنها طائرة صامتة لا تظهر أي صوت أثناء جولاتها وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال كثفت من جولات الريكي أو جولات الاستطلاع في مناطق العمليات الرئيسية شاهدنا قبل مدة استخدمت قوات الاحتلال الكود كابتر وتم إسقاطها من قبل المقاومة هنا نشاهد لسكايلارك وهذه بالمناسبة طائرات تصنيع إسرائيلي وهي طائرات ذات فعالية عالية تحتوي على كاميرات ذات بيكسل عالي جداً يستطيع مشاهدة عناصر المقاومة داخل الأبنية وداخل المناطق المخفية وبالتالي إسقاطها أعتقد أن إنجاز جديد يسجل للمقاومة خاصة أننا نشاهد في هذا المقطع أن المقاومة تحاول تفريغ المادة الموجودة الفلمية الموجودة داخل الطائرة هذا يعني إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المقاومة في مناطق العمليات الرئيسية نعم طيب أبقى مع سرايا القدس وأيضاً عملية استهداف لقوات الاحتلال هذه العملية نعم هذه كانت أبرز العمليات جحر الديك يبدو أنه أصبح مستنقع لقوات الاحتلال المنطقة الشمالية من قطاع غزة أيضاً مستنقع لقوات الاحتلال الملفت في المناطق الشمالية أننا لازلنا هذا المقاطع التي تبث من المناطق الشمالية من قطاع غزة لازلنا نشاهد المدرعات لازلنا نشاهد آليات على عكس ما شاهدنا أمس في محيط خان يونس غابت هذه الآليات المدرع غابت المركابة ناقلات النمر غابت بشكل كبير وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال تشتبك اشتباكات حاسمة في مناطق شمال القطاع غزة بالتحديد في جبالية في حي الرضوان وفي محيط تل الزعتر وبالتالي هي تريد تخفيف من وتقليل عدد الإصابات في جنودها إذا ما أخذنا بعيني الاعتبار أنه اليوم تم الإعلان عن عداد كبيرة في الإصابات قبل قليل تم الإعلان عن سبع جنود تم استهدافهم في مناطق العمليات وبالتالي أنا أعتقد أن المقاومة لا تزال تستمكن بشكل جيد ونلاحظ هنا عملية التحرك وعملية الاستطلاع التي تحدثنا عنها يوم أمس هناك شخص يتحرك من المقاومة وشخص آخر يقوم بتصويره لا زالت المقاومة تعمل بانضباطية عالية بنظام البدي داخل المناطق المبنية وبالتالي لاحظ عملية حتى التسديد عملية الجلسة وطريقة القرفصاء هذه كلها توحي أن المقاومة تتمتع بتكتيكات عالية هي ليست عبثية وليست فوضوية بل أنها تقوم باستهداف في هذا المقطع لاحظ المقاوم كيف خرج استهدف الآلية وعادة مباشرة بالتالي يغيب الجند الإسرائيلي كليا عن ساحة العمليات ولا يقوم باستطلاع حتى المقاوم أين يخرج وأين يأتي وبالتالي نؤكد وهذه المقاطعة تؤكد على غياب فقرة الاستخبارات بشكل كبير جدا في الحصول على معلومة عن أماكن تواجد عناصر المقاومة نعم قوة متحصنة كانت اليوم موجودة في أحد المناطق تم استهدافها بحسب ما نشرت الوثة المقاومة يبدو أنه كان في منزل وهذا منزل في منطقة يبدو لا يوجد فيها منازل وهنا التحديد والمقاومة تحدث عن العدد الذي تم إصابته في هذا المناطق نعم أعتقد أنه هاي النوع من المقاطع التي تستهدف منازل وتستهدف جنود بالقناصات هي في مناطق جنوب قطاع غزة لأن هناك ملاحظة كبيرة جدا أن قوات الاحتلال مؤخرا نزلت على الأرض في مناطق خان يونس وهذه جحر الديك وبالتالي جحر الديك أصبحت بالنسبة لحنة جحر الديك وقعت على قوات الاحتلال وقعت العديد من العمليات في جحر الديك شاهدنا قبل أيام عملية استهداف مركز القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال وكيف خرجت المقاومة من جحر الديك شاهدنا هنا هذه العمليات الاستهدافة يوم أمس عمليات قنص الجنود في جحر الديك وبالتالي أنا أعتقد أن قوات الاحتلال لا تستطيع الخروج أو مواصلة تواغلاتها من جحر الديك باتجاه خان يونس المقاومة توقع فيها خسائر كبيرة جدا واليوم بالمناسبة كان هناك أيضا مقطع في جحر الديك لحق الألغام بالكامل سنستعرض الآن حق الألغام لأن هذا أيضا من المهم جدا هذه عملية الاستهداف لقافلة جنود الاحتلال نعم هذه العملية أود أن أقف قليلا عليها نلاحظ ما تكلمنا به أمس غياب المدرعات غياب المركبة غياب ناقلات النمر في المناطق الجنوبية من قطاع غزة نلاحظ في هذه عملية الاستهداف وإشعال حق الألغام بالكامل ضد قوات الاحتلال في هذه المنطقة أن هذه الألية هي من نوع جيب همر هذه الأليات يعني في حالة العمليات الشديدة لا تستخدم هذا النوع من الأليات إذن أين غابت المركبة وأين غابت النمر شديدة التصفيح واستعاوضوا عنها بأليات الهنفي أو أليات الهمر بالمناسبة هذه الأليات ليست أليات إسرائيلية إسرائيل لا تصنع أليات الهنفي إسرائيل تصنع آليات الجيب استورم وتصنع آليات أخرى تعرف بآليات العبير وهذه الآليات خفيفة تصفيح إذن لماذا استخدمت قوات الاحتلال هذا النوع من الآليات والليست إسرائيلية هذا النوع من الآليات هو آليات أمريكية وصلت كمساعدات إلى الجانب الإسرائيلي في شهر عشر الماضي ودفعة كبيرة من هذه الآليات بدأ يستخدم قوات الاحتلال ويستعيض عن الدبابات بالتالي هذا يفسر أن هناك شدة عمليات تستهدف الآليات المدرعة الإسرائيلية غالية الثمن بشكل كبير جدا خسائر كبيرة وقعت في آليات المدرعة لم يستطع قوات الاحتلال تعويض الخسائر في آليات النمر أو آليات المير كافا غالية الثمن فقام بالاستعاذ عنها بالدفع بآليات المساعدات الأمريكية التي وصلت لها من نوع همبي أو همر بالعمليات وأعتقد أن هذا النوع من استخدام الآليات سيثير الشارع الإسرائيلي وسيثير الأساسة الإسرائيليين سيركزون على عملية عدم حماية الجند الإسرائيلي بهذا النوع من الآليات هذه العمليات تكررت كثيرا وعندما نقول تفجير حق الألغام بالكامل ضد آليات جيب من هذا النوع أعتقد أن الخسائر ستكون كبيرة في قوات الاحتلال الغير محمية بالدرع الموجود كان في المركز أريد أن أكمل مع هذا الفيديو لو سمحت نظر بك وبقاء المقاومة في مواقعها لاستهداف القوة التي جاءت أو هرعت للمكان لغايات التعامل مع الإصابات ومع ما حدث من تفجير وهذا يضعنا أمام سؤال قدرة المقاومة ومدى الارتياح في العمليات العسكرية للمقاومة في مرات غزة نعم هذا النوع من العمليات تصل للمقاومة تعالج الهدف ثم تنتظر تستطلع الهدف تحصي خسائر قوات الاحتلال ثم تستكمل لأهداف قادمة للإنقاذ أو عمليات الإخلاء وبالتالي هذا الاحتراف في حرب العصابات الذي تتقنه المقاومة يشير بشكل كبير إلى أن كلما طالت مدة العمليات العسكرية هذا الاستداف الألية التي توجهت للمنطق نعم الألية الإنقاذ التي حاولت إنقاذ الجنود وبالتالي كلما زادت مدة العملية تظهر بنية عسكرية جديدة لقوات المقاومة هناك المقاومة تخفي الكثير لم تستخدم جزء كبير من قوتها نرى أن عمليات أو قوات النخبة القسامية بدأت تظهر في بعض العمليات وهذا يشير إلى أن المقاومة تتبع تكتيكات محترفة لم تزج بكل قواتها مرة واحدة من بداية العمليات اليوم نتكلم عن 79 يوم من العمليات ولا تزال البنية العسكرية للمقاومة متماسكة والقيادة والسيطرة وهي الأهم لا تزال متماسكة على عكس القوات الإسرائيلية التي دخلت إلى العملية بمنطق المنتصر وبالتالي كان هناك إفراط في استخدام القوة النارية من الطيران كان هناك إفراط في الدفع بالأليات المدرعة كان هناك إفراط بالدفع بالوحدات النخبة هذا الأمر أو هذه الصورة التي دخلت فيها قوات الاحتلال بمنطق المنتصر مدة أسبوع أسبوعين شهر وتنتهي العمليات أوقع العديد من الخسائر في قوات الاحتلال ويبدو أن المقاومة أعتقد أنها تقرأ المشهد بشكل محترف أكثر من قوات الاحتلال طيب أنتقل لبعض ما بثته قوات الاحتلال عن عملياتها وعن بعض ما تدعي أنه أسكرية أبدأ بهذا الفيديو نعم نحن في عمليات عسكرية نبعد كثيرا عن العاطفة نحن نتكلم تقييم وتحليل وبالتالي هذه عمليات كر وفر من الطبيعي جدا في ظل الماكنة العسكرية الإسرائيلية الضخمة التي دفع فيها في مناطق العمليات أن تحصل قوات الاحتلال على بعض الأهداف ولكن ليست إنجازات هذه الأنفاق التي وصلت لها قوات الاحتلال وتستعرض فيها هي موجودة في كل قطاع غزة وبالتالي هذا جزء يسير وهذا ليس المرة الأولى التي يستعرض فيها بالأنفاق وردت على ذلك المقاومة حين أصدرت مقطع مصور وقالت تحت عنوان تأخرتم كثيرا وقالت أن هذه الأنفاق لم تعد تستخدم من قبل المقاومة ولنفترض جدلا بعيدا عن العاطفة أن قوات الاحتلال وصلت إلى بعض الأنفاق أو إلى بعض أنا أعتقد أن هذه أهداف وليست إنجازات يمكن أن تسجل لقوات الاحتلال لأن هذه أنفاق منتشرة في كل قطاع غزة أنا أتكلم عن إنجازات قيادات أتكلم عن مراكز قيادة وسيطرة وأتكلم عن أهداف استراتيجية عالية القيمة هل هذا منطقي ما تم تصويره يعني أنا أعتقد أن هذا النوع من الأنفاق إذا ما ربطنا بالمقطع الذي بثه جيش الاحتلال سابقا في النفق الحديدي الذي وجده عند جباليا هذا النوع يختلف تماما لأن هذا النوع اسمنتي وبالتالي هذا النوع وهذه التقنيات تحتاج إلى مهارات عالية وتحتاج إلى أليات كبيرة جدا إذن أين كانت استطلاع الاحتلال منذ سنوات أو منذ عشرات السنوات والمقاومة تقوم ببناء هذا النوع من الأنفاق وتستخدم أليات كبيرة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتخيل أن هذا النوع من الأنفاق قد يبنى يدويا بالتأكيد يحتاج إلى أليات ويحتاج إلى مهارة عالية جدا وبالتالي أنا لا أنقذ الرواية الاحتلال لكن أنا أؤكد هم يعني أظهروا أنهم تم العثور على بعض الأسلحة طبيعي جدا أن يتم وضع أسلحة طبيعي جدا أن يتم وضع بعض الإشارات التي تحي على المقاومة بالتالي يبدو أن الاحتلال نعود إلى ما تكلمنا به سابقا على نفض البلد أن الاحتلال يريد يوميا الخروج بصورة نصر ولو كان هذا النصر مزيف لأنه يريد ترطيب العلاقة بين الشارع الإسرائيلي والعسكرية من ناحية والعلاقة بين السياسين التي بدأت تتعاكل هذه العلاقة بين الأحزاب التي تقود الحكومة الائتلاب بقيادة بن يمين نتنيا طيب قبل أن واصل الحديث عن قطاع غزة وما يحدث في غزة سأنتقل إلى لبنان والساحة اللبنانية والمشهد في لبنان مختلف قبل أن أسمع وجد نظرك أستمع مباشرة وأنتقل مباشرة إلى مراسلتنا في بيروت جوانا ناصر الدين جوانا مساء الخير مساء الخير محمد آخر التطورات لديك جوانا تحديدا مع تصاعد الاشتباكات وما حدث في دمشق والتصريحات الإيرانية التي قد تؤثر على الجبهة الجنوبية اللبنانية صحيح بالفعل رغم أنه اليوم كان يوم عطلة رسمية هو يوم عيد الميلاد ولكن هذا لم يعني أبدا أن جبهة الجنوبية هدأت لا بل العكس التصعيد بدأ منذ ساعات الصباح الأولى إن كان من خلال الاستهدفات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق والقرى الحدودية هو استهدف بشكل أساسي اليوم عيت الشعب عيترون مروحين راميا ميس الجبل ومركبة الاستهدفات تضمنت مناطق مفتوحة ومناطق زراعية ولكن أيضا كان هناك استهدفات لمناطق سكنية ومناطق مأهولة مثل الخيام شن أيضا غارة على منزل في ميس الجبل وشن غارة أخرى على منزل في مركبة تبعها إعلان حزب الله في بيانين منفصلين عن استشهاد اثنين من عناصره واحد من ميس الجبل والآخر من مركبة أيضا لم يكتفي الاحتلال اليوم بالمسيرات بل أيضا قام بنصب منطاب تجسسي على المنطقة الحدودية وهو كان أعلن أنه استهدف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في المقابل كثف الحزب من عملياته اليوم هو شن نحو ست عمليات على مواقع وثقنات للاحتلال وتجمعات للجنود إن كان في مسكف عام في المطل في المنارة في حنيتة وأيضا استهدف بيت هيلل في كرياتش مونة بالصواريخ فيما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت تكنة ليمان بالصواريخ ربدا على المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة حتى هذه اللحظة ما زالت المدفعية الإسرائيلية تقصف مناطق في الجنوب اللبناني وخصوصا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وأيضا ألقت قذائف فوسفورية وقذائف حارقة على أطراف بلدة لخيام ولكن التطور الأبرز اليوم الذي أتى من دمشق بإعلان اغتيال المسؤول الإيراني السؤال هنا والتحذير الإيراني من الرد على الاحتلال على هذا الاغتيال السؤال هنا كيف سيتم الرد؟ هل سيتم الرد من لبنان؟ أم سيتم الرد من سوريا؟ أم من الاثنين؟ الأكيد أن الجبهة الشمالية في حالة استنفار اليوم وهو ما أعلنه أيضا منذ قليل الإعلام العبري أن هناك استنفار كبير على الجبهة الشمالية تحسبا لأي رد من لبنان مصادر عسكرية وأمنية تقول لرؤية أن هناك تروي في الرد الآن ولكن جبهة لبنان مفتوحة لأن يكون الرد من على الحدود اللبنانية وبالتالي هناك ساعات من الترقب حول كيف سيكون الرد؟ هل سيكون الرد عبر حزب الله من جبهة الجنوب؟ أم سيكون هناك تكامل في الرد من جبهة سوريا ومن جبهة لبنان؟ كل المعطيات تشير إلى أن الجبهة الجنوبية لن تكون لا في هدنة مؤقتة ولا في وقف إطلاق النار لا بل العكس نحن في تصعيد مستمر على هذه الجبهة يوما بعد آخر والكل يترقب مأغا كان الرد الإيراني سيكون عن جبهة لبنان عندها سنكون انتقلنا إلى مرحلة أخرى وتصعيد من نوع آخر نعم أشكرك كل الشكر جوان ناصر الدين كنت معنا مباشرة من بيروت كل الشكر لك وأنا سأسمع تعقيبك على ما أوردت جوان ناوة تحديدا حادثة دمشق وأسمع تعقيبك على ما حدث جنوبنا اليوم واستهداف القيادي في الحراس التوري الإيراني في دمشق وقراءتك لما سيكون في قادم الأيام في هذا المنطق نعم لا زال الجانب الإسرائيلي يحاول تثبيت قواعد الردع في المنطقة وخاصة في المنطقة الشمالية لذلك يقوم باستهداف طرق الإمداد اللوجستي في مطار دمشق أو في حلب أو باتجاه الكاردور القادم من البوكمال باتجاه تدمر باتجاه مطار دمشق الدولي إلى حلب إلى المياه الدافئة في البحر الأبيض المستوسط وبالتالي هذه منطقة انتشار للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران هذه المنطقة هي هدف حيوي إلى الطيران الإسرائيلي اليوم الجديد أو الغريب هو استهداف قيادي في الحراس الثوري حتى تكون الصورة واضحة بثت بعض المواقع الإخبارية أنه رئيس أركان الحراس الثوري هو مستشار عسكري في الحراس الثوري وبالتالي يبدو أن القوات الإسرائيلية تريد الضغط على محاولات التزويد محاولات الإمداد اللوجستي أيضا لحزب الله أو للمقاومة دعني فقط أركز على نقطة هذه الاستهداف والتصريح الإيراني أنا لا أعتقد أن التصريح الإيراني قد يذهب بعيدا باتجاه الإنفلات الأمني إذا ما قررنا ذلك بمحاولات التصعيد منذ مقتل المستشار في الحراس الثوري الإيراني محاولة التصعيد من قبل حزب الله في عمليات الاستنزاف رفع من وطيرة عملياته ذهب باتجاه العمق الإسرائيلي أكثر اليوم استهدف وكما أشارت زميلتنا في تقريرها استهدف بيت هيلل في إصبع الجليل في الجليل الشرقي وبالتالي بدأ يذهب باتجاه العمق أعتقد أن القوات الإسرائيلية تركز في جنوب لبنان مع حزب الله على وحدة الرضوان وحدة الرضوان هي أحد وحدات النخبة لقوات حزب الله تأسست هذه الوحدة تقريبا مع 2012 وكان يقودها آنذاك عماد مغني الذي تم اغتياله في المزة في دمشق مع الأحداث في سوريا تقريبا في 2016 والآن يقودها الطبطبائي أحد كبار قادة حزب الله واليوم أيضا سمعنا خبر أن حزب الله قام بسحب هذه الوحدة إلى الخلف إلى مناطق صيدة وشمال الليطاني يبدو أنه يخاف من استهداف أو لا يريد استهداف هذه الوحدة من قبل الطيران الإسرائيلي وبالمناسبة هذه الوحدة تعرضت إلى خسار منذ بدء عمليات الاستنزاف عندما استهدف أحد المنازل الطيران الإسرائيلي استهدف أحد المنازل وراح ضحيتها أربخ من وحدة الرضوان بالإضافة إلى قائد وهو أحد أبناء قيادات حزب الله في الشمال إذن بشكل عام إسرائيل لا تزال تركز على الردع إسرائيل لا تزال تركز كانت تستهدف قوافل وتستهدف طرق لوجستية الآن تستهدف قيادات من حزب الله وتريد الظهور بمظهر أنها لا تزال تمسك بزمام الأمور في المنطقة ولا تزال تشكل ردع وهي أعتقد أنها رسالة من الجانب الكيان الصهيوني للجانب الأمريكي إلا أننا لا نزال نستطيع التعاطي مع كل الملفات حتى لا أبعد كثيرا عن سؤالك أستاذ محمد فيما يتعلق بألية الرد اليوم هناك تهديد على لسان الرئيسي الإيراني قبل اللحظة أننا سنرد على هذا الاستهداف لقيادات الحرص الثوري الإيراني تماما محروف عن الاستراتيجية الإيرانية أنها لا تعمل بالحروب التقليدية المباشرة الكلاسيك كور هي تقوم باتجاه الحرب الوكلاء أو البروكسز وور وبالتالي أمامها أدوات كثيرة إيران وطهران لديها أدوات كثيرة ممكن أن تستخدمها في الرد من قبيل الميليشيات الشيعية الموجودة في العراق وفي شرق سوريا من قبيل الحوثيين جنوبا من قبيل حزب الله أنا لا أعتقد أن الرد قد يكون من جبهة حزب الله لأن لا الإيرانيين ولا الأمريكان وكما تكلمنا سابقا يريدون الإنزلاق الأمني في هذه البقعة الجغرافية من شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان لكن أنا أعتقد أن سيكون هناك رد قوي من قبل الميليشيات الشيعية أو من قبل الحوثيين وقد يتم استهداف أحد النقاط الاستراتيجية داخل إسرائيل من قبل وكلاء إيران بأحد التكتيكات التي تتبعها البروكسز وور لكن اسمح لي وأنا تحدث هنا عن تصريحات الرئيس الإيراني والذي قال صراحة أن إسرائيل ستدفع الثمن ما فعلته اليوم في دمشق وعشان أكون دقيق معك جدا هل سيكون الرد سريعا خلال 24-48 ساعة أما سينتظر أو تنتظر إيران التوقيت المناسب إن صح التعبير للرد إيران معروف عنها أنها تتعامل باستراتيجية النفس الطويل لا تستعجل لا بردودها ولا تستعجل بمفاوضاتها ولا تستعجل بقطف ثمار عملياتها بالتالي أنا أعتقد أنها ستقوم بتدارس الأوضاع بشكل جيد ستقوم بجمع معلومات استخبارية بشكل كذيف حتى يكون الرد موجع للجانب الإسرائيلي وبالتالي أنا لا أعتقد أن الرد سيتوجه إلى حلفاء إسرائيل مثل الجانب الأمريكي لأن إيران واضحة في هذا الخيار هي لا تريد الدخول بصراع وتوسيع دارة الصراع مع حلفاء إسرائيل وبالتحديد مع الجانب الأمريكي لذلك أعتقد أن الرد سيكون موجه ودقيق تجاه إسرائيل بالتحديد ستتوجه ونحن نتحدث عن حدود الجنوبية للبنان شمال فلسطين المحتلة وهذه الجبهة الأكثر يعني إن صح التعبير إمكانية لتكون جبهة الرد كما أن الجبهة السورية أيضا قد تكون جبهة الرد على يد المنشيات الإيرانية أيهما أقرب برأيك وأين ممكن أن يصل حزب الله في عمليات القصف اليومي وعمليات الاستنزاف مع الاحتلال دعني أخذ الشطر الثاني من سؤالك فيما يتعلق بحزب الله أعتقد أن التصعيد سيتم وستذهب أيضا عمليات الاستنزاف أكثر إلى العمق الإسرائيلي سيضغط على مستعمرات الموجودة في الشمال التي تئن كثيرا لأنها تم النزوح فيها منذ تقريبا 7 أكتوبر أو 8 أكتوبر وبالتالي أنا أعتقد أن حزب الله سيستمر بهذا الضغط لكن الرد لن يكون لا في الجبهة حزب الله ولا أعتقد أن يكون في الجبهة السورية أعتقد أن الرد سيكون من قبل الميليشيات الإيرانية تجاه أحد المواقع الإسرائيلية أو أحد أهداف الإسرائيلية الاستراتيجية ولا ننسى أن الاستخبارات الإيرانية أو جهاز الاستطلاع الإيراني هو لديه القدرة على استطلاع أهداف إسرائيلية حتى حول العالم وله تجارب سابقة في ذلك عندما استهدف أحد المراكز في الأرجنتينا أو استهدف أحد المواقع الإسرائيلية في أوروبا لكن أنا لن أذهب بعيدا بهذا الخيار أعتقد أن الرد وحزب الله يملك إمكانية الرد بضرب أحد المنشآت الاستراتيجية بالمناسبة في حيفا في يافا لكن لن ينزلق باتجاه هذا الرد لذلك سيكون الرد بأدوات إيرانية بعيدة عن حزب الله حتى تبقى المنطقة الشمالية من الأرض محتلة مضموعة إذن خارطة المنطقة الشمالية إذا ما استعرضناها ستبقى على حالها نعم ستبقى على حالها وسنسمع كثيرا عمليات الاستنزاف دون الانزلاق باتجاه عمليات أمنية شمال الأراضي المحتلة رفع وطيرة عمليات الاستنزاف وارد وارد جدا سيتم رفع وطيرة عمليات ستستخدم حزب الله ستستخدم أسلحة جديدة سنسمع عن أهداف نوعا ما حيوية وليست استراتيجية وهناك فرق كبير لأن الحزب الله لا يريد الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية حتى لا يتعرض إلى قصفة مباشرة قد تؤدي إلى انزلاقه باتجاه مواجهة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي قبل أن نواصل حديثنا نضال بيخي ننتقل فقط للضفة الغربية ومعنا من هناك أسيل سليمان أسيل مساء الخير مساء النور آخر التطورات في الضفة الغربية أسيل تفضلي نعم قبل قليل أو قبل قرابة الساعة انسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من قرية برقة شمال غرب نابلس بعد اقتحام استمر منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى قبل ساعة من الآن نفذت خلال هذا الاقتحام قوات الاحتلال مداهمات لعدد كبير من المنازل واتخذت بعضها تكانات عسكرية تمركزت فيها وقامت باحتجاز مواطنين في داخل هذه المنازل منعتهم من المغادرة أغلقت مداخل ومخارج المدينة أعفوا القرية وقامت باستجواب المواطنين ميدانيا قبل أن تطلق سراحة هم اعتدت أيضا على عدد من الأطفال والشبان الموجودين داخل القرية ما أدى إلى إصابة والنساء أيضا ما أدى إلى إصابة امرأة في الأربعينيات من عمرها بردود جراء اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب انسحبت لاحقا وكما ذكرت قبل ساعة من الآن قرية كفرنعمة قضاء رمالة غربا بالتحديد أيضا تعرضت لاقتحام من قوات الاحتلال واعتداءات واسعة استمرت لعدد ساعات اعتدت قوات الاحتلال طبعا سجلت إصابتان خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية كفرنعمة إحداها في منطقة البطن وصفت بالمتوسطة والأخرى في اليد وكانت طفيفة أو بسيطة الإصابة ونقلت لتلقي العلاج في المستشفيات الميدانية أيضا اعتدت قوات الاحتلال في قرية كفرنعمة على ثلاثة أطفال كانوا متواجدين في أحد أحياء القرية واعتقلت أحدهم لاحقا في قرية جنوب نابلس نتحدث عن قريوت وجلود أيضا وقرية نابلس بشكل عام الاستيطان فيها يتنامى بشكل سريع جدا كما هو الحال طبعا في قرية جنين ومناطق جنين الشمالية وكذلك الأمر في قلقيليا نتحدث عن جنين وقلقيليا بالتحديد هناك نشاط استيطاني في منطقة الجدار هناك مساعي إسرائيلية لتوسعة الجدار وبناء وحدات إضافية منه ما يعني إخلاء الأراضي المتاخمة لهذه قطع الجدار الجديدة وطبعا اعتبارها مناطق أمنية أو مناطق احترازية كما يسميها الجيش وكما ذكرت يعني ذلك إخلاءا تمن للأراضي ومصادرة البيوت وتهجير المواطنين من هذه المنازل المتاخمة لمنطقة الجدار التي أصلا لا يهنؤون بعيشا فيها قوات الاحتلال تنفذ اعتداءات مستمرة عليهم وكذلك المستوطنين القريبين أو الذين يسكنون في مستوطنات قريبة من تلك المناطق في قرية جلود جنوب مدينة نابلس انتزع أو قطع مستوطنون 60 شجرة زيتون معمر على الأقل وقاموا بسرقتها مسافة ريطة إذا اتجهنا نحو الجنوب قليلا جنوب الخليل بالتحديد تتعرض أيضا لحملة شرسة من قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر قبل ذلك بكثير ولكن منذ السابع من أكتوبر ازدادت شراسة هي باعتبارها يمكن اعتبارها على أنها معزولة عن الضفة الغربية ومعزولة حتى عن مدينة الخليل نفسها قوات الاحتلال تغلق جميع الطرق المؤدية إليها تفرد حواجز طيارة في كل طريق يمكن أن يؤدي إليها صادرت عدة مركبات في اقتحام نفذته لمسافة ريطة اليوم وأيضا داهمت عدة بيوت وأجرت تفتيشات وتحقيقات ميدانية وعدة اعتقالات بالحديث عن الاعتقالات أكثر من 35 حالة اعتقال سجلها نادي الأسير منذ ساعات ليلة أمس وحتى صباح اليوم لا تشمل هذه الاعتقالات أو هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذت خلال الاقتحامات النهارية لمدن وقرى الضفة الغربية بالحديث عن نادي الأسير أيضا أصدر تصريحا قال فيه إنه حصل على معلومات إلى جانب هيئة شؤون الأسرة والمحررين تفيد بأن الأسير الجريح رمزي قبها البالغ من العمر 42 عاما أجريت له عملية بتر لقدمه في إحدى مستشفيات الداخل المحتل وكان قد اعتقل من قرية برتعة قضاء جينين وهو مصاب بعد أن أطلقت قوات الاحتلال عليه رصاصتين في منطقة القدم واعتقل جريحا بعد منعه أو منع الإسعاف من الوصول إليه وتركه ينزف لمدة ساعتين ثم تمت ملاحقة سيارة الإسعاف التي تمكنت من الوصول إليه واعتقلته جريحا وهو الآن بعد إجراء هذه العملية نقل إلى عيادة سجن الرملة التي نعرف أن الأسرة المحررين يطلقون عليها مصطلح المسلخ التي تفتقر أصلا لأي مقومات الرعاية الطبية أو الصحية فما بالك بجريح أجريت له عملية بتر لقدمه ويحتاج لمستوى عالي من الرعاية الصحية ويقول أيضا المسعفون الذين تلقوا حالته في سيارة الإسعاف قبل اختطافه منها من قبل جروض الاحتلال أنه لم يكن بحاجة لبتر قدمه ولكن لربما تم الاعتداء عليه أكثر أثناء نقله من منطقة المواجهات إلى المستشفيات الداخل المحتل ومن ثم إلى السجن ما تطلب إجراء عملية بتر لقدمه نشير أيضا عودة إلى مدينة الخليل إلى أن البلدة القديمة في مدينة الخليل منذ السابع من أكتوبر تواجه عزلا تاما يسمح قوات أو تسمح قوات الاحتلال للأهالي بالخروج فقط في أيام معينة في ساعات معينة نحن نتحدث عن قرابة 800 عائلة معزولة تماما محاصرة هناك منع تجول في أغرب الأوقات وهذا ما تسعى قوات الاحتلال إلى فعله منذ السابع من أكتوبر إلى جعل مدن ومناطق وقرى الضفة الغربية سجون صغيرة تحكم فيها القبضة الأمنية على سكانها وتعزلها عن بعضها البعض وذلك تعزز ذلك من خلال سيطرتها على المدن عفوا على الطرق الخارجية بين القرى والمدن ونشر مستوطنيها الذين هم فعليا أداء لتطبيق سياساتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني أشكرك كل الشكر أسيل سليمان كنت معنا مباشرة من رام الله شكرا جزيلا لك أسيل أعود لك دي ضد بيك والتطورات على أرض الميدان في غزة تفضل نعم بداية دعني فقط أذهب باتجاه الخسائر حتى تتضح الصورة قبل أن نذهب إلى الخرق بالتأكيد اليوم وعلى مواقع الجيش الاحتلال عدد الخسائر منذ بدء العمليات 489 عدد الخسائر القتلى في صفوف قوات الاحتلال منذ بدء العملية البرية نتكلم عن 162 لغاية هذه اللحظة بدون السبعة الذين قتلوا مساء اليوم وبالتالي نتكلم عن 169 لغاية هذه اللحظة عدد الخسائر يتسارع كل ساعة ساعتين هناك خسائر تظهر هناك إصابات في قوات الاحتلال الملفت في ما تم الإعلان عنه على موقع وزارة دفاع الاحتلال أن هناك ألفين مصاب بين جريح وبين معاق نتيجة العمليات بالتالي في ظل كل هذه العمليات أشار صراحة بعض المواقع الإسرائيلية وعلى الرأس هارت بأن 27% من مجموعة القتلى في العمليات العسكرية هم من الضباط داخل العمليات العسكرية بالتالي هناك تهشيم للهيكل التنظيمي لقوات الاحتلال هناك خلل في بنية قوات الاحتلال للقيادة والسيطرة لأن القائد عندما يقتل يأتي مساعده ومساعده عندما يقتل تكون هناك أحد الضباط وبالتالي الكفاءة القيادية تخف داخل الوحدات الإسرائيلية هنا أود أن أشير وبشكل واضح جدا تقاطعت معلومات كثيرة وأشارت إلى أن نسبة الخسائر المرتفعة كانت في لواء نحال وهو أحد ألوية النخبة التي تقاتل في المنطقة الشمالية لذلك أنا أعتقد أننا قد نشهد خلال الأيام القادمة عمليات سحب لهذا اللواء الذي تهشمت القيادة فيه وتعرض لخسائر كبيرة وهذا ما أشرت له مواقع إسرائيلية بالنسبة لموضوع الخسائر وأنا من هذا المنطلق لا أتكلم بروايات المقاومة وإنما أتكلم بما صدر عن الاحتلال ونبني على ما صدر عن الاحتلال بالنسبة لهذه الخسائر إذن نحن نتكلم عن أنه اقتربنا في القتلى من رقم الخمسمية اقتربنا في القتلى منذ بداية العملية البرية من رقم الميتين واقتربت العملية البرية أو اقتربت العملية العسكرية من الثمانين يوم اليوم نتكلم عن تسعة وسبعين بالتالي هذه الخسائر المعلن عنها والتي لا يمكن الوثوق بها إنما هناك خسائر يتم التضليل فيها أعتقد أنه حتى في هذا الخسائر هناك تهشيم لسلسلة القيادة والسيطرة ولسلسلة القرار العسكري في أرض الميدان هذا ليس بضع عائق كبير أمام قوات الاحتلال من السمرة وعملياتها نعم وهذا ما دفع قوات الاحتلال بسحب اللواء الجولاني وهذا ما سيدفع قوات الاحتلال بسحب المزيد من القوات حتى تنسجم إعادة ترميم هذه القوات مع ما يتكلم به نتنياهو وتكلم به اليوم بأن هناك تحول للذهاب تجاه المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة تكلمنا عنها يوم أمس بأن أهم أبرز النقاط فيها أنه سيتم تقليص حجم القوات وسيتم حل جزء كبير من الاحتياط وبالتالي نتيجة هذه النقطة لا بد من سحب جزء من القوات من أجل التحول تجاه المرحلة الثالثة التي ستركز في عملياتها إلى تغيير شكل العملية العسكرية من عملية تقليدية كلاسيكية داخل المناطق المبنية إلى عمليات بيك أب عمليات انتقائية جمع معلومات استخبارية واستهداف قيادات وبالتالي أنا أعتقد خلال الأيام القادمة قد نشهد مزيد من انسحابات للقوات الإسرائيلية حتى ولو لم يعلن الجيش الاحتلال بأن هذه الانسحابات ناتجة عن الخسار أنا أعتقد أن السبب الانسحاب الرئيسي وسبب الذهاب إلى المرحلة الثالثة وإعادة هيكلة العملية العسكرية أنا أعتقد أنه بسبب الخسار الكبيرة التي تعرض لها قوات الاحتلال وحتى أكون تحديدا أكثر من ذلك أعتقد أن السحب سيتم باتجاه اللواء نحال وقد نسمع عن سحب وحدات من لواء نحال خلال الأيام القادمة بسبب الخسار كان أيضا هناك حديث لبعض وسائل الأمم العبرية عن إقالة أحد قادة كتيبة جلاني نعم قلنا أن قادة كتيبة قتل هنا قادة سرايا 2 قتلوا سحب اللواء الجلاني الآن يتم محاكمة قادة كتيبة 15 من اللواء الجلاني بسبب الخسار التي تعرضت لها جنوده في ميدان المعركة وبالتالي هناك ارتباك في الخطة الإسرائيلية ضبابية كبيرة في الأهداف عدم الحصول على معلومات استخبارية حال التوهان كاملة جدا في فقرة التنفيذ لقوات الاحتلال تضع الخطة من قبل جنرالات الجيش الإسرائيلي ولكن التنفيذ على الأرض إما أن قوات الاحتلال لا تجرع على الدخول في مواجهة مباشرة واشتباكات حاسمة مع المقاومة أو أن قوات الاحتلال لا تعرف أهدافها بشكل دقيق وهذا ما رده إلى أنها تفقد فقرة الاستخبارات بشكل كبير جدا وهذا النوع من العمليات يحتاج إلى احترافية عالية جدا في الاستخبارات ويحتاج إلى معلومات دقيقة لأننا قلنا سابقا أن الكماء والبوبيترابس أو مصاد المغفلين التي تعرض لها قوات الاحتلال هذه النوع يحتاج إلى معلومات عن أين ومتى وكيف تقاتل المقاومة إلا أن في ظل فقدان هذه العناصر أمام قوات الاحتلال قوات الاحتلال تائها تماما في محاور القتال سواء في المنطقة الشمالية أو في المنطقة الجنوبية نتنياهو اليوم ركز بشكل كبير على موضوع الانتقال إلى المرحلة الجديدة ركز بشكل أكبر من خلال يريد إرضاء أحزاب اليمين الموجودة معه على رأسهم بن غفير لا يريد أن تتوسع دائرة المعارضة خاصة أن نتكلمنا يوم أمس أن نائب رئيس الأركان جولان يائير جولاني هو من حزب ميرتس وهذا حزب يساري وبالتالي لا يريد أن تتوسع قاعدة المعارضة تجاهه لذلك يريد إرضاء جميع الأطراف وأنا أعتقد أن نتنياهو يريد الاستثمار سياسيا بالعملية العسكرية ولو كان ذلك على حساب جثث جنوده طيب قبل ما أنتقل الخارطة نستمع لوضع الميدان في غزة من غاز العالو غازي مساء الخير أنت متواجد في رفح آخر الطورات الميدانية لديك وآخر المعلومات تحديث المقاومة عن مزيد من استهدافات في مختلف مناطق قطاع غازة تفضل غازي نعم مساء الخير وتحيط لك محمد عمليا نتحدث عن ارتفاع واستمرار عملية القصف في كل المناطق في قطاع غزة حتى المناطق التي تعتبر آمنة وفق إدعاءات الاحتلال هذا يأتي في إطار الضغط على المقاومة الفلسطينية والفصائل التي الآن تخوض معركة أخرى من نوع آخر في الغرف المغلقة في المفاوضات حول إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة أو على تقدير الوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار وهو الأمر الذي يتمنه الفلسطينيون الآن قبل الغد عمليا نتحدث عن مناطق كاملة الآن باتت مهددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف بصورة مباشرة مربعات سكنية كاملة على غرار ما شاهدناه الليلة الماضية في مخيم المغازي في البريج حتى في المصيرات وهنا أيضا في منطقة رفح كان هناك استهدافات عديدة في منطقة مصبح إلى أقصاء الجنوب من قطاع غزة بالتالي نتحدث عن استمرار لعمليات النزوح من المحافظات الوسطى هذه المرة باتجاه رفح هنا في أقصاء الجنوب والقلق يتزايد لدى الفلسطينيين بالنظر إلى عدم معرفة الوجهة الحقيقية والوجهة التي من الممكن أن يذهبوا إليها في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة مع استمرار هذه الحرب في يومها الثمانين وأيضا تصريحات جيش الاحتلال التي تؤكد بأنها توسع هذه العملية العسكرية إلى أبعد مدى في إطار هدفها أو تحقيق أهدافها المعلنة وهي القضاء على حماس ومقدرات المقاومة الفلسطينية وأيضا العثور على الأسرى والرهين لدى المقاومة الفلسطينية هنا في غطاء غزة حتى هذه المحظة بطبيعة الحال لم يستطع جيش الاحتلال تحقيق أي من هذه الأهداف خاصة بعد ما شهدناه خلال بداية هذا الأسبوع وهو الأمر الذي صنع ضجة كبيرة في الأوساط الإسرائيلية والمتعلقة بالرشقة الصاروخية الثقيلة التي خرجت إلى نحو تل أبيب نحو خمسين صاروخا انطلقوا دفعة واحدة وضربوا تل أبيب هذه الصواريخ لا يراد منها التدمير بقدر ما يراد منه طبعا إيصار رسالة من نار وهي المتعلقة بالقول بأن قدرات المقاومة الفلسطينية لازالت كما هي وأن المقاومة قادرة على الاستمرار في هذه الحرب لأشهر طويلة كما تظهر في تصريحات المسؤولين السياسيين من الفصائل الفلسطينية عمليا نتحدث عن ضيق قطع غزة على أهله بالنظر إلى استمرار هذه العملية من التشريد والنزوح هناك آلاف من المواطنين وصلوا اليوم من المحافظات الوسطى من البريج المغازي والنصيرات وصلوا الآن إلى منطقة المواصف رفح وبدأوا يصنعون خياما بالإضافة إلى أقرانهم من من صنعوا في الأيام الماضية خيام ويجلسون فيها تحت ظروف إنسانية صعبة ومعقدة للغاية لذلك تتعالى الأمنيات المتعلقة بضرورة الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء هذه الحالة من التشريد القسري للفلسطينيين نحو أقصى الجنوب من مناطف السجنهم الأصلية كل هذا بطبيعة الحال تأخذه الفصائل في عين الاعتبار في مفاوضاتها التي تجري في الغرف المغلقة يقول محمد الهندي وهو نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي والذي وصل مع وفد من حركته إلى مصر يوم أمس ويتحدثون الآن عن مناقشة فعلية للمبادرة المصرية التي تتكون من ثلاثة محاول رئيسية وفق الأخبار والمصادر والتسريبات وهي مرحلة أولى تتحدث عن انسحاب جزئي لأليات الاحتلال مع صفق التبادل جزئية في هذا الإطار ثم المرحلة الثانية مناقشة وجود حكومة فلسطينية مع انهاء الانقسام الفلسطيني بين الفصائل والمرحلة الثالثة انسحاب كل من قطاع غزة وعودة المواطنين إلى مناطق سكنهم وأيضا صفقة شاملة تدمن خروج كل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال النقطة الخلافية هنا هو ما هي الضمانات حول اتزام الاحتلال بوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة بعد أن تتم هذه المراحلة الثلاث كما أن الشارع الفلسطيني لا يحبذ مثل هذه المفاوضات سيما أننا نتحدث عن عدم مسبقية الاحتلال وإمكاننا تغدره في اللحظة الأخيرة هم يريدون بالفعل العودة إلى قطاع غزة أو إلى مدينة غزة والشمال بأسرع وقت ممكن أشكر كل شكر غازي العلو كنت معنا مباشرة من رفح وأعود الخرائط نظر بك ونعرف ما فيش تغييرات كبيرة على الأرض نعم لكن كيف سيكون المشهد هل سنبقى في هذه الحال يعني خان يونس لم يدخلها الاحتلال لا تزال يعني قواته في محيطها الشمال يشهد عمليات عديدة سحب قوات إعادة قوات تفضل يعني أنا فقط أود أن أعرج على نقطة في مناطق الشمال اليوم مع ساعات العصر تقريبا على الخرطة مباشرة ظهرت بعض المعلومات التي تحدثت عن انسحاب لقوات الاحتلال من مناطق حي الرضوان الذي يظهر على الخرطة مباشرة نأخذ بعيني الاعتبار أنه يوم أمس تكلمنا عن انسحابات أيضا من جباليا وحتى لا أكون عاطفيا وأذهب باتجاه العاطفة هذه الانسحابات يبدو أن انسحابات تكتيكية تنسحب منها قوات الاحتلال من المنطقة ثم تغطيها بنيران الجو والأرض والمدفعية الموجودة وبالتالي أنا أعتقد أنه في ظل هذه العمليات من الانسحابات التكتيكية إذا ما ربطنا ذلك بانسحاب اللواء الجولاني يوم الخميس الماضي يبدو أن هناك محاولات جس نبض من قبل قوات الاحتلال لفك الاشتباك مع المقاومة التي قد تصب فيما تكلمنا منه قبل قليل أو عنه قبل قليل حين قلنا أننا قد نشهد العديد من الانسحابات خلال الأيام القادمة وعلى رأس انسحاب لواء نحال وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الوحدات الموجودة في محيط حي الرضوان هي وحدات من لواء نحال لذلك يبدو أن المؤشرات لغاية الآن محدودة لكنها تتعاظم بشأن الانسحابات من مناطق شمال قطاع غزة بما يصب الفكرة إلى العمليات بالمرحلة الثالثة وهي تغيير شكل العملية نذهب إلى الجنوب في الجنوب ليس هناك أي تقدمات يذكر جحر الديك لا يزال مستنقع لقوات الاحتلال خسائر كبيرة فيها لم تستطع قوات الاحتلال الدخول بعد عشرين يوم من العمليات في محيط خان يونس يتكلم الاحتلال عن عمليات قصف تمهيدي وهذا في العرف العسكري لا يجوز لا نستطيع أن نقول أن عمليات القصف من يوم ياء ناقص عشرين هذا مكلف جدا على قوات الاحتلال مكلف ناريا ومكلف في الخسائر وبالتالي يبدو أن المأزقة التي وضعت في قوات الاحتلال ولا تستطيع الوصول إلى خان يونس تبرر ذلك بأنها تقوم بعمليات القصف التمهيدي لم يحدث أي تغيرات تذكر في جبهة خان يونس هناك تحركات جنوب خان يونس باتجاه البواكي وباتجاه الفواخري وهذه التحركات يبدو أن قوات الاحتلال تريد إعادة تموضع قواتها قبل الذهاب بأخذ قرار من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية بالذهاب إلى المرحلة الثالثة ويتغيير في شكل العمليات إلى عمليات البكات كيف بدها وقت لتغير عملياتها العسكرية مع كل ما يحدث اليوم من سحب القوات وإعادة تمركز وفشل في اختراق مناطق عديدة في القطاع ذلك يعتمد على مدى نجاح قوات الاحتلال في إعادة تموضعها مع الشريط الحدودي بين قطاع غزة وغلاف قطاع غزة إذا نجحت خلال الأيام القادمة بإعادة تموضع قواتها مع هذا الشريط لإنشاء المنطقة العازلة التي تتحدث عنها المرحلة الثالثة أعتقد أنه مع بداية يناير 2024 وبأقصى حد منتصف يناير 2024 قد نسمع عن الخروج باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثالثة وإذا ما ربطنا ذلك بما تحدث به مندوب رؤية قبل قليل حين قال أن هناك بوادر لمبادرة جديدة باتجاه هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين أو إلى ما إلى ذلك وبالتالي أعتقد إجابة على سؤالك أن ذلك لن يتجاوز منتصف يناير 2024 ولن تستمر باعتقادك اليوم ميدانياً على الأرض مهيئة لصفقة تبادل ووقف اطلاق نار برأيك لا نهائياً لأن المقاومة تتكلم من منطق قوة ولا تزال تصر على شرطها وقف العمليات العسكرية ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات وهذا منطق القوي الذي يمسك الأرض يفرض شروطه على طاولة المقاومة على طاولة المفاوضات الاحتلال لا يملك أي أوراق قوة لذلك يريد تحسين وضع التفاوض من خلال العمليات العسكرية أشكراك كل الشكر نضال أبو زيد الخبير الإستراتيجي العسكري على وجدك مع نريل كل الشكر